مقتل ثمانية في اشتباك بين كتيبتين بتجورة شرق طرابلس نشب اشتباك مسلح بين كتيبتين صباح الاثنين أمام مستشفى القلب بتجورة شرق طرابلس في وقت يستعد فيه مجلس أعيان ليبيا للتدخل وقال شهود لبوابة الوسط أن الاشتباك الذي استخدمت فيه الأسلحة الخفيفة والمتوسطة أدى إلى مقتل سبعة مسلحين من الكتيبتين كما توفي مدني متأثرا بجراحه بالإضافة إلى حرق وتدمير عدد من البيوت والمباني التي جرت المواجهة في محيطها للمزيد من الأخبار زوروا دائما الواسطة الواي